شادا لمن شعب تغير اوفيسيال بالفيسبوك كذلك وحتى لشان غضي الشديفين باليوتيوب مرحبا بالجميع على بركة الله جمعة مباركة نتمنها للجميع باليمن والبركة والسلم والسلام والأمن والأمان الأمن والأمان دائما إن شاء الله هذه آخر حلقة أنقدمها قبل فترة الراحة الكونجي يعني هذه آخر حلقة ومن بعد أن نخرج كونجي غير يكون طويل في شهر تقريبا ف مرة أخرى أقول الأمن والأمان نعمة لا يمكن أن لا يمكن أن نعرف قيمتها إلا إذا فقدناها لقدر الله حتى أن الآن بعض المظاهر جريساج لتتكون وديرا فينا الرعب فكيف لك أن فلات خطير حافظوا على بلدكم حافظوا على وطنكم حافظوا على استقراركم حافظوا على سلمكم وفيديوات آآ تتنتشر كثيرة ديال ديال عمليات عمليات سريقة بالسلاح الأبيض تعنيف إلى آخره والرسائل كثيرة مواجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني في بعض الأحيان فيديوات تتكون صحيحة موثقة صحيحة في بعض الأحيان تتكون أمور لا علاقة لها بالهاجس الأمني في بعض الأحيان تتكون تعليقات بعيدة عن الواقع إلى آخره هذا دون أن أن لا نحمل مشي نحمل المسؤولية ولكن دون أن نقول ونرفع الرسالة إلى المدير العام للأمن الوطني القيام بكل مجهودات للستباب الأمن لأنه الأمن خاصة الآن في مرحلة الصيف تنعرفه الكنجيات الناس يسافرون الناس يتحركوا تدخل جالية المغربية تتكون واحد دينامية تتكون واحد الحركية ما لذا تكون دينامية وتتكون حركية ورواج إلى آخره فحتى اللصوص تتحركوا آآ تتبليهم الهوتة كما تنقولوا بالدريجة فتنظل بأنه المديرية العامة للأمن الوطني عليها مسؤولية كبيرة جداً مع حلول الصيف فأنه آآ يكون الأمن في كل مناطق المغرب ويكون الأمن في الطرقات ويكون الأمن آآ في كل في كل جغرافيا كين ريهان كبير وكين وكين مشاكل كثيرة مرتبطة بهات قضية توفير الأمن لأنه مرتبطة بالليفيكتيف ومرتبطة باللوجيستيك جوجي الحويش مهمة جداً خسنا نعرفوها مزيان جوجي الحويش دب إحنا الصيف كنا حركية أوريكا غادي تعمر إفران غادي تعمر طانجا غادي تعمر كازا غادي تعمر البحور غادي عمرو بيسينات غادي عمرو اللوطيلات غادي عمرو الحركية في الشارع المحلة التجارية المقاهي الريستو إلى آخره تشيكو اللغة تولي فيه واحد حركية المرتبطة بموسم الصيف موسم الراحة موسم الكونجيات إلى آخره فهنا تنجي وحنا نطالب رجال الأمن ونطالب المديرية العامة للأمن الوطني بيش توفر الأمن لكل المغاربة أينما حلو وارتحالو صعب صعب أنا اللي غادي نقول الهاجس ديال الوجيستيك وليفيكتيف تلقي بالتقل دياله تلقي بالتقل دياله لأنه ما عدناش العناصر الكافية بيش نخليه كل مواطن مواطن في أي مكان يحسب الأمن ويكون عنده الأمن ثم اللوجيستيك والأهم العناصر الأمنية ما يمكنش بالمعادلة ديالتوظيف وبالمعادلة ديالقانون المالية أره ما يمكنش فهنا عندي واحد الاقتراح ما عارض نقدر نكون صائب فيه نقدر نكون خاطئ فيه المواطن يعاون على استباب الأمن المواطن يعني أنتم ما تتعرفوا الآن المرضودية ديالكاميرات كاميرات والتي تعطي مرضودية في اعتقال جانحي إذن أنا تنتمنى من الناس يكترون الكاميرات في الأزقة ديالهم يديرها في السطع عنده تشد زنقة ملمحة يديرها عنده تشد المحة للزنقة وهكذا لأن هذه غادي تكون واحد رادع نفسي إلا بغينا نسميه إلى صحة تعبير الكاميرا غادي تكون رادع نفسي على ارتكاب الجريمة أوتوماتيكا مقيم كاميرات غادي تردع الإنسا وإلا خصوهم شي يغطي وجهور روينه وهذا باش يدير عملية صريقة هذا واحد هذا 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 جانب الجانب الثاني وهذا هذا مهم ديكلارات ديكلاريو رم مشكلتنا ما تنديكلاريوش أنا تنعرف ناس لما ديكلاريوش بناس تيغريسي وشافوهم تيغريسي وشافوهم وقفين عباد الله في الزنقة في الدرب عندهم وهالزين جناوة وما قريساش علاش لأنه جارو لحق حشو ما يبقى فيها الحال لا صيف تلحب سياكاش ما بقاش فيك الحال من لي وقف على واحد ولا واحدة بجنوية ودى لها رزقها يعني إحنا خسن عاونه خسن عاونه را ولابد را ما نبقاش دائما نظرو إلى البوليس وما كينينش را ما يمكنش البوليس يكون في أوكيمدين كاملة وما يمكنش يكون في أوريكا كاملة وما يمكنش يكون في عين دياب البحر كامل وما يمكنش يكون في قدم لوطيلات وما يمكنش يكون في الشوارع ما يمكنش را ما يمكنش را ما يمكنش راح حسب التوظيف راح توظيف يخضع لقانون المالية معروف توظيف يخضع لقانون عدد مناصب شغل تخضع لقانون المالية قانون المالية يخضع لخزينة الدولة لأنها مشاعر جي وخدم لأنها راكم عارفين تدار دراسات على خزينة الدولة على هذه على هذه على هذه إذن علاش احنا ما نعاونوش نعاونو كما قلت للكاميرات مهمين جدا الكاميرات مهمين جدا واحد جوج ديكلاري أخويا ما عندك مناش خاف تتأدي عامل مع الله سبحانه وتعالى ما عندك مناش خاف والله العظيم إلى شي ناس التي عاودوا لي ريحت معهم وقال لكم مع الصبح بكريتا نشوفهم حليت شرجمتا نشوفهم تيغريتيا عرفتهم شكون عرفتهم مهم بساكني نفس زنقل اللورانيا ديكلاريتي لا علاشها صحب وارا جارنا وتنعرف مها ومو وتنعرف مو وتنعرف بان اياك هذا منطق دابا هذا منطق وبزاف الناس غادي نقول لكم بزاف ما تيديكلاروش غادي يجي شي واحد ويكتب ليه في التعليقات اراد ديكلاري ومتسوقوش لك غير ديكلاري انت اللي عليك انت كضامير انت كمسؤولية مع الله غير ديكلاري ديكلاري فك المسؤولية مع الله ركشتي منكر ركشتي جاري معه ركشتيها بعينك واش تبقى هزا عليك الى يوم الدين ارامي ممكنش واش تبقى هزا عليك الى يوم الدين ارامي ممكنش حيض اللي عليك صير ديكلاري فلان فلان شتوتي جريسي صافي البوليس ارى غادي يحميك القضاء غادي يحميك كل شي غادي يحميك باش انو ميقولوشكو والبوليس عندو الطريقة رمش همشي تيديكلاريتي غادي يمشي ويشدو عندو طريقة باش انو يعتاقل اذاك الشخص وربما متلبس وبالزاف ديالامور عندهم طرق ارى ما شاي يجي وشد ارى غادي غادي يترصدو غادي يحضيو غادي يحتل الفرصة والوقت المناسب باش ما عندوش فيني يقول ولكن ديكلاري رحيت احنا في البوليس او احنا في المغرب البوليس عندو موحد النهج في الخدمة شنا هو هو انه مثلا اه هاد الدائرة واشي عشو هادung دائرة علا حي علا قدو الحي في الحي في خمستاشر آلف عشرين آلف ساكنة تخيل معي عشرين آلف ساكنة حي يك عفوان عشرين آلف ساكنة في حي دائرة فيه تمنيا ديالالبوليس يلا كي يقديرو لها قصو يديرو الانتروفانسون قصو يديرو قصو يديرو شاهدة السكنه قصو نقعد شي لموثأ الادارية قا قصو يديرو امام 1900 تمنيا ديالالبوليس لا يمكن أن يكون على رأسهم ضابط ممتاز لا يمكن أن يكون 20 ألف ثمانية ديال البوليس لا يمكن يعني ما تقسمونه تلك العناصر عنده ثمانية تخرج ثلاثة أو أربعة يمشيون يدورون الطنوبيل في هذا القند ويمشيون يدورون بالسقور والأدب في هذا القند والخيرين يبقون في الإدارة لا يمكن أن يخرجون في 20 ألف نسمة ما يفعله؟ تعتمدوا على الدكلاراسيو ترى الأهمية الدكلاراسيو فين كينا تعتمدوا على الدكلاراسيو في العودة أنا لا يوجد لدي أفكتيف ومشي نبقى ندور ربما نضيع الوقت بزاف ديال الأمور هذا الدكلاراسيو سيغنيني تخيلوا واحد جاءت عليه خمسة ديال الدكلاراسيو في ظرف أسبوع ها يمشي واش يدوه؟ ها يترصدوه وغادي يبقوا حاضينو تيجيبوه يعني بالحجة والدامغة هذا توفر بزاف المغاربة في الزاف ديال المغاربة ماتي ديكلارايواش بزاف المغاربة يبقوا لي كومونطيغ ويبقوا البوليس ما دايش خدمته هو ما دايش خدمته كمواطن بزاف ديال المغاربة ماتي ديكلارايوش ديكلارايو ما عندك مناش خاف ديكلاراي ديكلاراسيو سيساهم في استثباب الأمن والله العظيمي لناس يتسطرون يتسطرون على مجرمين حتي يتعرفوا يتسطرون على مجرمين حتي تعرف خوه يتسطرون على مجرمين حتي تعرف مو لبه والله العظيم وما أكترهم عدد كبير انا انطح في هذا الاسيس ياسو انا مرحمته شي واحد عمري ما طحت في هذا الاسيس ياسو انني شفت واحد تنعرفه فوجوتي غريسي ونمشي اندكراري بيه ما ارحموش ابدا لذاك مجرم وهذاك فاسد في المغرب وفي الارض يخصو ياخد الجزاعة دياله للقانون الشرعي للقانون الوضعي لأي قانون للعرف الانساني هذك ما خصوش خصو يمشيه التعاقب حتى انه واحد النار كنت انا دايز غادي ويعنا هي مسألة مسألة ايش اصلاحه غادي وبالي واحد واقف مع وحده ومدوري الدع لعنقاب حلم عن النقهة وضاربه تمانية ديالليل تقريبا وغادي انا يهابط على الرجلية وشتو بالي الوضع غير غير هادي نتكين على واحد طنوبيل في واحد الزنقه مشيت شوية ونرجع اه ضمير حرقك ضمير ما يمكنش وقاش قلت انا غادي قدابها هادي لكان شفارتي غريسي فيها ووقفها صحا لكانت اختيه شندير نمشي لكانت اختيه غادي رجع اذا انت ايار اختي واخما انت اعرفه اش ولكن اختيه حيتي لكانت اختيه غادي رجع لي اذا غادي رجع ورجعت لي ورجعت لي ووقفت عليه بعد الفاصل غادي نقول لكم اشنوقع بعد الفاصل ان شاء الله نعود ونواصل معكم برلما نشع مباشرة على اه الشدة يلا اه نواصلو نواصلو معكم في موضوعنا اه ديال الامن ومع مع الصيف ومع الحركية ومع اه كثرة الناس لان كل شي تخرج الاغلبية ما تبقاش في الدار الاغلبية مع الصاد واذا الاغلبية تخرج وناس يرتدون الشواطئ والمسابح وكلي تدير السياحة الجبلية وبزرد اذا تكون واحد الحركية غير معهودة لا في الطرقات لا في الاماكن الاستياف لا في غيرها فهنا يتولي المطلب الامني اه اه اساسي جدا اه والامن بوحده ما يمكنش يدير كل شي بحكم اش بحكم لافيكتيف قليل وبحكم لوجيسيك قليل اذا اه نعاونوا احنا نعاونوا هما يتحملوا مسؤوليتهم بطبيعة الحال احنا لا نخلي الامن من تحمل مسؤوليته يجبوا يتحمل مسؤوليته ويدير ما امكنه في استطباب الامن بطبيعة الحال واحنا المواطنين خسن عاونوا قلت من بين الامور اللي خسن اعتمدوها الكاميرات 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 في الدروبة الكاميرات في الازقة الكاميرات في السطوحة الكاميرات دير الكاميرات ما غاليين شرى الخاسرة ولو موجودين دير الكاميرا يا اخي على الاقل هذيك الكاميرا رادع نفسي نوعا ما ستردع نفسيا على الاقل واحنا تنعرفو بينا فيديوات لي وطيقتها كاميرات ترى بزاف الناس اه اه حصلوا بيها فالكاميرات وكذلك أتمنى أنكم تخذوا الأمر بجدية كبيرة ديكلاريو أسير باللغ وأسير باللغ هذا رأى فساد في الأرض هذا رأى فساد أنك تشوف وتسكت عليه كيف ما نقول جامعا ما نسكتوش على أي فساد تنشوفه في بلادنا رأى هتم لتشوف في واحد هجنوية تيغريسيف واحد أنت تتعرفه ديكلاريو لأنك تتعرفه وتتعرفه هذا فساد وأنت تساهم في الفساد عفاكم نتعلموا تقافة ديكلارات نكمل لكم القصة على أي يمكن تديز بلية شادك الدرية مع النقاة في زنقا بالليل مع النقاة تعنيقة غريبة إدو مدرقة أنا إش قلت قلت إدو في هاموس ولا زيزوار ولا شي حاجة ولا طرونشي ولا شي حاجة وتي غريسيف دريم لك ديز دي راسو راتي عرفها ولا صاحبته ولا شي حاجة وعنقة قلت هكا أنا هكا قريتا ثم أحد الخطواجوش وأنا رجع رجعت زعمت رجعت لأن أختي وخاية ما شي أختي ولكن أختي علش أنا أختي ما نبغيش تقريسة واختي ما نبغيش يشد شي واحد واختي ما نبغيش يقتصب شي واحد ونبغي لأي وحدة تقريسة ما عندي شي مشكلة لا لا لكن إمكاني ندافع رغد ندافع رغد نحاول ما أمكان ندير شي حاجة فهذا ما تنقولش الناس سيروا هزوا الزراوطوا اللي لقيت وضربوا لا أبدا أبدا أنا أولع لدك لأرأس ولا لقيت كيفاش دخل بلا متير لك انت المشاكل دخل أنا ربما لزعمني ربما ربما الرياضة ربما تنقول الرياضة ربما فنو الحرب لأنه آآ بدون افتخار ضالع فنو الحرب بشي دك اللي ترينا شارين لا ضالع والساد ديال فنو الحرب سوف يضيغ عندي ما يسمى بالسيلف ديفونس عندي الطرق كيفاش نتعامل مع أي أدفرسير أدفرسير كيف ما بغي يكون ف رجعت لي آآ مباشرة شكو نادي شدير شدير مع هنية ماكشده بحلوكا كتسس عرفا هو التخلع يالله يرحم لكم الوالدين والأخوية و لكن هذه أختي وقفة مشبوعة والليل صعب الحال صعب مهم أنا هذل قصة لا شر رواها لكم ما شباش نقول لكم أنا وعار لا أبدا أبدا كلنا ضعفة الله والقوي سبحانه وتعالى كلنا ضعفة ما ما وصلت في لوندريم ولا في النيفو ديالك تتبقى ضعيف إلا ما يعني إلا درتيش حاجرة بقدرة الله وبعون الله أعضي الشيلي أنا دي العقيدة ديالي تهى الكلام ولكن أشبا نقول لك بأنه خسا ما نسكتوش على الإجرام ما نسكتوش على الإجرام ما نشوفوش و نحضروا روسنا و نمشيو را ما يمكن شرطا نشوفو ناس عبادلاتا نشوفو نساء تتقريسوا في الشارع العام وتتصلخوا في الشارع العام والناس غادين جايين و ممسوقين راح شوما دير أختك دير أممك دير أخالتك دير أمرتك راح شوما راح شوما أختك الدخل الدخل يا أخي انتو ما جوش ثلاثة و واحد بارك تصلخ في واحدة و انتو ما جوش ثلاثة الدخل ما تضربوش ما تديرش تنتاجونها لا ما تضربوش ولكن را تقدروه تضبطوا لي الحركة ديالي لك التو ثلاثة را تقددش و واحد يشد ايد و واحد يشد ايد على ما تضبطوش و واحد يشد الرجل ما تضبطوش انتو ما تلاسة الرجال و شفت أنا ناس فيديوهات مرة تتسلخوا الناس غادين جايين لشي اللهم ان هذا منكر ايا را اللهم ان هذا منكر ولكن اخويا حاربوا ذاك المنكر دير شي حاجة ولو واحد تقريسي وحدة وبشوية وعلى خاطر والناس غادين جايين وتشوفوا وتلقى مع قرارة نفسه بارك اللهم ان هذا منكر دير وشي حاجة دير شي حاجة را هذيك راح شوما را ما تتناش بوليسي في كل زنقه را ما يمكنش را ما تتناش بوليسي في كل زنقه را ما تتناش را ما تتناش بوليسي حذكل دار را ما تتنهاش را ماية ت Mutha Churst prod Matrixive code راحنا ما يقارب حنا 36 مليون ناسا ماخصنا قصنا 36 مليون بوليسي كل واحد يكون معا بوليسية را ما ميمكنش عنو tenants اللي ما تدكتلارعوش يا الله انا متأكد مليون في المئة شح三 ما حال ما تتيدكتره عارف فلان جانح وعارف فلان تيطري وعارف فلان اللي تخرج مع الصباح يطري ويمن يطاتون وطلفهم لان원 تقلعهم شوما اشنو الله يعافو علي مليسي ايو مالسي ثعل والله يعافو علي يا اخي الله عافي يا اخي الله مشي говорي يطري بيطري نخبر راش نعلمAsik احنا قلنا لك مشي تخرج لين تتقيق لها بيطري عادي ويمشي لأخرى هنقول لكم معت coolest والله إلا واحد درية تقريسات في المدينة القديمة تنهضر معها عارفة للي قريسها عارفاته بوجه مكشوف قلت لي وقيلة كان مقرقب ما عرفنيش مسكين كان مقرقب ما قاعمي قريسيني قلت ليش تديري قلت لي وراء مسكين وقيلة كان مقرقب عمر مي قريسينيش يحتار مني صافي ما دي كلها رشبه هو وقف عليها بجنوية قداش تخلع ديلا كريز كاردياك ودلا رزقها ودلا بورتابل وما قداش تديري بي لأنه تعرفها وتتعرفه وقالتك حقك كان مقرقب أما لك كان ساحرة مي صافي او صافي وخليه قريسي غدا ولا بعد غدا تسمعي بي أنه اختاط في شدرية وقتصبه وقتلتها او قتلها اشد قولي مع ضميرك علش ما نديريش واش عرفته في بره فلورو عدنا عائلة بره عدنا في فرانسا عدنا في هولندا عدنا في ميريكان عائلة تقول لك والله العظيم تترفع الصوت في الدار الصوت تترفع غوتا تعيطوا البوليس كاللغوات عجيرانا تتوقفوا البوليس سلام سلام را جاركم عيط كاللغوات في الدار لا را عير را تخصمنا على طبصيل عذا بش يرجعوا البوليس والبوليس تقول لي ما تقولش غوتور الناس ناسين ولا شي حاجة بحلوكا ولا احترموا الجار ولا وتيمشي شو الديكراراسي و resolوة يوفي اورا يق犯 تتحق الصوت يلا شو في واحد نقصوا عندهم تراية البوليس يلا ش礙وا طنوبيل مشبوهة في برة يلا شوفوا في ميريكان واضد incluية واقفة في دربهم تراية البوليس مشبوهة مع مرا وقفته هم تعارفوا بعض term ترى طنوبيل غريبة وواقفة فيها واحد مهبطش مثلا جاقلس ما باش تعطى واحد خمسة دخيق ما باش يعطوا البوليس واحد جاب طنوبيل واقف را ما باش يجيوا البوليس تشوفوا هايك شكون هذا جينتل هتدرب واش واقف وشتسن واش بغي تدير هدو 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 هدوة هدوة لهووروبو واظرا ما عرشنو وعليش ما نديروش بها لهم يلا علاش علاش ديكلاريو راكم تتعرفوا المجرمين في دربكم باسمياتهم باتتعرفوا بيهم إذا كانت مارس النشاط أما إذا كنت تاب وأصلحى عاف الله عما سلف إذا بقي تمارس النشاط دياله تتعرفوا بزنازة تبعوا الحشيش في دربكم تتعرفوا بسمياتهم بوجههم وما تتدكت راريو ش بيهم أنا جوا عندي ناس هنا وأقلوا لي يا حسين دوز شيكايا علامن على بزناز فين في البلاسة فلان فلانية خرج لنا على أولادنا بلال لنا أولادنا قلت لي ديكلاري قال لك هاشت ديكلاري هاي عرفني ديكلاري سيقتلني صاف يبقينا بحالوك شوف لا تموت نفس دون أن تسوفي أجلها خدوا عقيدة أنا هذه من الأشياء اللي تتزعمني لا تموت نفس دون أن تسوفي أجلها ما كنش اللي تختف لك عمرك أجالك عمرك قدر الله لك أنك تعيش تسعين سنة وخالت تربص بك الأرض بمن فيها وتوحد ما ينال منك لأن الله شاء أنك تعيش تسعين سنة وكين أمثلة كثيرة جدا كين أمثلة كثيرة جدا جنود وصل حرب القرطس عليهم ذات اليمين وذات الياسار وترجعوا لأهلهم وتبقوا عايشين ناس في هيروشيما في اليابان طاحت عليهم قنبلة نووية مات اللي مات وبقوا ناس حيين إن شاء الله أن هادوك يبقوا حيين رغم القنبلة النووية لا تموت نفس دون أن تسوفي أجلها حيض عليك لله غادي من ديك لاريبيا غادي قتلني غادي ناس أتخاف ولكن غادي نقول لكم عاونوا بالديكرارسو إلا بغاية تتعاونوا الأمن على تأدية مهمه كما يجب آره غادي تحيدوا 50% من الخدمة للبوليس كونوا متأكدين وغادي تساهموا 50% Lamb يتبعى بالامن في المغرب. كنوا متأكدين. كنوا متأكدين. كنوا متأكدين. رأى اي حاجة بنت لكم مشبوهة غير عادية ديكلاري. ديكلاري. ديكلاري عند القيض. ديكلاري عند البوليس. الاخري ديكلاري. الاخري ديكلاري. اتمنى الله توفيق لانه ده بكينا حركية الصيفة اشياء لاش تكلمنا على الموضوع. الصيف هو تكون حركية ويكون الرواج. واحتل له صوصية تنشطه في الصيف تاهية. تنشطه في الصيف. يلا اه كنا بغينا نتواصله مع السي السي اه فؤاد شافيق ولكن للأسف اه فؤاد شافيق اه وصلني مساج دبا بانه ما غادش عنده اجتماع وما غادش يكون اليوم. فـــــان بلغ Liljana جديدة. تقول لا لي الريد الاشتاء. لان دعبة غادي نخرج ان شاء الله يكون جاي نهرا نهرا اثنين. وغادي ندخل آآ في شهر ثمانية. تقربوها في سبعة شهر ثمانية. ومن بعد غادي يجي العيد الكبير. ومن بعد غادي تحط لا لي جديدة. يعني هاد الوقيته تقريبا ديال شهار وناس. شهر و عشرين يوم. ما غاديش يكون في برلامان الشعب حتى تحط لك جديدة البرمجة الجديدة اللي هتكون فيشة ان شاء الله وغاد يكون فيها برلمان الشعب اذا احنا كانوا ودنا اننا نزيد ونوضحه مع الدكتور شافيق فؤاد شافيق بخصوص لساعات الافاعي وانواع الافاعي وما يجب ان يؤخذ التدابير التي يجب ان تؤخذ ولكن ناجلها الى وقت اللاحق بعد الكونجي ان شاء الله عطل ارتاحه فيه شوية ارتاحه فيه شوية وغاد نكون معكم ان شاء الله باذن الله بعد الكونجي غادي نحاول ما امكن دابا نتواصل مع السي محمد النموي اللي هو مدير المدير الجهوي للسلامة للسلامة ما تجاوبناش حاولي حاولي اختي سناء لانه قالوا لنبي انه مستعد للاجابة والرد والتعقيب على ذاك الشي اللي كنا دوزنا عفوا اتأسف الله يشافي الجميع نزلت برد عندك الشي اللي كنا دوزنا مع خليد الحرش لا تتذكروا لهو امين الجزارين ثم العنصر بجهة بن ملال اخ نفرة اه الى جانب جزارين ديال سبع جماعات اللي تجمعوا على اساس انهم يرفضون ما اه قيل لهم بخصوص انه يبدو يدبحوا في واحد المجزارة معينة خاصة وما يبقوا شي يدبحوا في المجازر لتابع الجماعات بحكم انها لا تحترموا معايير السلامة وهو بالفعل من خلال الزيارة اللي قمنا بها العدد من المجازر مش لا تحترموا معايير السلامة كارثة كارثة وعيب وعار ان المغاربة يأكل الحم تتبعفت زابة طوار اقل ما يمكن ان يقال عنها كارثة اقل ما يمكن ان يقال عنها كارثة مشينا شفنا عدد من المجازر الجماعاتية مثلا مشينا المجزارة ديال ولاد فارس بيستعت دود 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 الشي في وقتٍ سابق ومدوزو المارشلشي الشاركة واش دغدات الامور ما عرفتش وركنت انتكلم عن الوقت اللي مشيت لها دود 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 كين في المجزارة دم ملبن كبت دود العظومة دوك العظومة منهوشين شكل يناهشوا من الكلاب الضلة وتبقى وتمى تبقى مضار مع العظم تيقول فيه تيقول فيه صاف من اللي تعيا الكرب والتي شبعت يمشي تيخلي دك العظم في ديك المجزارة اللي يضل يعد فيه الجلد وزيد وزيد والرائحة الكاريهة هاتشي الشو في المجزارة ديالولاد فارس باقليم ستات شفت مجازر جماعاتية مؤخرا شفت مجزارة اخرى في 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 مرس الخير مرس الخير في تمارة لان ادرت لها زيارة واحد الويكند ويكند ادلالاخراني ادرت زيارة المرس الخير مرس الخير عرفتوها جيت تمارة مشيت شفت المجزارة كاريتية الكلاب الضالة العظومة الوسخ الاخنز ذاك الشي كاريتي شفتو وصورتو عندي مصور مرس الخير مرس الخير مرس الخير موضوع هذا اللي كنا تكلمنا ل voltar كل 반� سنتجل المرس الخير انشاهما لهذا الأمور ان تكلموا كاريتي اعرا Maker انشاء الله وانتواصلوا مع رئيس الجامعة وانتواصلوا مع الجامعويين فاعلين تمار هناكagi من يتحدث على خرقات والما يتحدث على اختلالات والما يتحدث ليش فينا احنا ويا المجزارة في وضع كاريت في مرس الخير في تمارا لنا عودة ان شاء الله بعد الكونج ان شاء الله فهد هد المجازر اللي كنا في الجماعات ماشي كلها كاريتية عيب وعار أنا أستغرب كيف أنكم تسمحوا نفسكم الناس المسيرين المشرفين تسمحوا نفسكم وضميركم أنكم تدبحوا في قرنة اللي تدور في هذا الكلاب الضالة تدبحوا في قرنة موسخة تدبحوا في قرنة ما فيها ولو معيار واحد من المعايير السلامة كيفاش يسمح لكم ضميركم كيفاش كيفاش وكيفاش حتى السلوطات الوصية تتبشي تأشر على اللحم في ديك القرنة كيفاش متجاج حدث ولا حرش أمر كارثي الوضع غير مقبول بتاتا لأنه يرتبط بسلامة الناس يرتبط بسلامة الناس وكاننا في المدينة大的 بيضاء من سوق والدمر المشينا لشيء أسواق وهي قديمة تقليدية إلى آخره شفنا معايير السلامة الغائبة تماما لف دبح الجاج لف الحوت شفنا غائبة تماما 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 أن السؤال فين السلطات المعنية في العمالة المكلفة بالمراقبة يكين قانون يحمي المستهلك يكين قانون مجبد طويل وعريض يحمي المستهلك يكين جمعيات لحماية المستهلك يكين هيئات وطنية لحماية المستهلك يكين قسم علاقة دف العمالات دي المواد الغذائية والسلامة إلى آخره يكين كل لونسع كل عجب المؤسسات المكلفة بالسلامة والتفتيش موجودة ولكن على أرض الواقع في أغلب المناطق غائبة والسواقات دور السواقات تشوفوا الحوت تتبع تتبع وشوفوا الجيش كنت تتتبع وفين تتتبع ديرها سلامة الناس عباد الله ديرها سلامة الناس وش نبقاو إحنا غد دولة بعد غد دي ظهر فينا شي وباء لا تولي خاصة دولة ميزانية باش تتحاربوا آية مثلا جاجة تدير ثلاثة ميزة ريال فيها شي مرض تنشروت ولي خصك الملايير باش تداوي أنا ما تنعرفش لماذا هذا الاستهتار صحة المواطن تنعرفش كميوات ديلزبل شرف الله قدركم تهيزطارو شي كميوات تهيزطارو شي شركات لي ما مسوقينش تهيزطارو وتخوي أو حيدلك الأزبال شرف الله قدركم اللي ليح انت ولكن تدلك واحد العصارة في ديك البلاسة فين تهيزطارو تتعصر ذاك شي تهابط المات يمشي تضروف فيه الشمشة تولي ذاك الشارع كله ذاك البلاسة كلها ديك الأفاسات كلها ريح تكاريها عدنا مشكل مع النظافة عدنا مشكل مع النقا في هذه البلاد هذه ما عرفش علاش تخيلوا احنا كدولة وكشعب ما قد ديناش نتغلب على الوسخ سمحوا لي سمحوا لي نقولها هكذا احنا كدولة وشعب ما قد ديناش نتغلب على الوسخ 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 العادي اللي مرتبط بالأزبال عيب الدولة في كثير من مناحي ومناطق المناطق ما قيماش بالدور ديالها في التفتيش وتوقف على الأمور وتشوف الدجاج كي تتدباه وتشوف البهيمة كي تتدباه وتشوف البطور كيفاش دير إلى آخره وتلزم بالسلامة وتلزم بالنظافة وفي حالة ما إذا أخلى بالنظافة ودفتر التحملات يغرم هذا كمول لبطور لكن شريكة ولا الجماعة ولا دا يغرم تالكلام يغرم وتكون ضوابط ونشوفوا السواقات اللي تتباع فيهم الجيش وتتدباع فيهم الجيش بحال سوق الميناء تتباع في الجيش وتتدباع في الجيش كنا أسواق أخرى كنا في أناسي كنا في تتدباع فيها الجيش وتتصو على الجيش وكان اسوقتي تبع فيهم الحوت نشوفوا هاد المعايير ديال السلامة واش كينا واش حفظ الصحة كين واش راكينا مؤسسات فيها موظفين تتخلصوا من ميزانيات الدولة وديروا خدمتكم عفاكم لأن كان انشي ناس عندهم ضامر ميت يدبح لك الجاج في أي بلاسة كينational يجعلون يدبحوا فتواليط وهتأسف على الكلمة ويبيعوا العب odpowiedدا ما نشي يردعوا وما نشي億 يراقبوا وما نشي اللي وقفوا وما نشي راه يدير العجاب لأنه كيننشي ناس عندهم ضامر غائب يدي ذبيح تجاجة في أي بلاسة ويخصيه بأي يمع ما عنده مشكل وهو اللي تعمه يبيع يدخل الفلوس كين انناس سيبيعوا حوت لا إلها اهلا اهلا فيش فيبليس لا إلى الله والنظافة والسلامة الصحية. قد نقول لكم احد القضية في المواد الغذائية في المغرب. والله لم كرفسين. والله الى 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 نعيسه في قرون صاحقة. رأيت الشياء هذا اللي تنشوفوه في مدينة الضربية وفي بعض المدن في بعض الاسواق. رأوا اللي كان في باري في الف وثمانمائة وتسعين. رأوا اللي كان في في قرون صاحقة كان في اوروبا. رأى كان عندهم الوسخ لا يطاق. الوسخ والخنز رأى كان في باري لا يطاق. رأى كان في لندن لا يطاق. رأى كان في توكيو لا يطاق. رأى كان في بيكين لا يطاق. رأى في ميريكان في بوستون رأى لا يطاق. قروا التاريخ. ولكن الناس خدموا. الناس وعاوا. الناس فهموا. الناس عارفوا قينونتهم. عارفوا هويتهم بانهم انسان. وخصوا يعيش فوق هاد المساوى. هذا ماشي مساوى بشر. هذا مساوى حيواني. عارفوها فهموها. فهموها بأن من يعيش في الأوساخ هو الحيوان حتى أن هناك بعض الحيوان تتنقي نفسه وتتنقي البلاسة التي تكون فيها للأسف هنا في بلادنا عندنا ناس عندنا ناس للأسف الشديد لا يولون لا للنظافة لا للصحة لا للمواطن اهتيمة يدبح في المكان يقشر بش مكان يدير العجب العجب أرى إلى درتون أرى عارتش حالة جمعه ديال الفلوس في الغارامات أنا تنأكدها لكم شي لا درتوا وقررتوا أنكم تغرموا كل واحد يخلوا بالصحة في بيع المواد الغذائية عارتش حالة جمعه ديال الفلوس للدولة في الغارامات عندنا ناس يطيبوا شفنش ثمقلم صدية عندنا ناس تطيبوا البيني ثمقلم صدية شي بين واضح للعيان واضح للعيان كل شي تشوفو تسمشي للسواقات الجيش تدبحو في شي في شي بلاسيكات وفي الأرض وفي شي حويش لا إلي الله البين تدبح في شي قرنات في الخاصة في الجماعات لا إله إلا الله إلى متى سيستمر النزيف نحيك على البريمي التي تتباع نحيك على أشياء كثيرة لا إلي الله لا يصو لا يصو لا يصو وإحنا رحلين 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 تنعيش حالات تسمم كثيرة كانت واحد لقيتها ما كانش ولكن بدنا تنعيش كثير الآن علاش لأن الضمير بدأت يغيب عن الناس ما يهمه والدرهم والفلوس هو يصور ما تهموش والتي تخليه أنه يمشي في هالطريق هو المراقبة التي تنعظم في بعض المناطق إذن العمالات يديروا خدمتهم اللونصة يديروا خدمتها المكلفين بمراقبة يديروا خدمتهم الجمعيات المكلفة بحماية المسالك يديروا خدمتهم الهيئات المكلفة بحماية المسالك يديروا خدمتكم كل شيء يدير خدمتكم لأن صحة المواطن على المحك ولا يجب أن يستمر هذا النازف لا يجب عدنا مشكل مع النظافة عدنا مشكل مع السلامة الصحية في المواد الغذائية عدنا مشكل في البلاد عدنا مشكل معرفش را لا دولة ولا شعب قدرنا نتغلبوا عليه عادة بش نشوفوا اشياء اخرى حنا دبا ابسط حاجة وحنا فيها عادة بش نشوفوا الفساد الكبير في البلاد واحنا هلا لا انقى انقوا واحلين فيه يلا انقى انقوا وحنا فيه لف دروبنا لف ازيقتنا لف شوارعنا لف وحنا في النقى وحنا اللي عنده هاز كارتوني لحاح ما عندهش مشكل في الشارع في الطروط وارح دباب دارك حدا العمارة في الما اللي عنده ميكا يلوحه لك لا شي حاجة لهم بلاش يلوحه عدنا مشكل في النقى عدنا مشكل في النقى عدنا مشكل خطير في النقى راتبيين مسوى الوعي راتبيين بأن المغربة اغلبهم بقي ما وعاش نكون واضحي اغلبهم بقي ما وعاش تنقول وعا مش القراية فرق كبير ما بين القراية والوعي انا شفتوا على النار واحد غاضي في سيارة فارية 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 على الاقل واحد ستين مليون واحد الموشواغ ديال الكاغات مسح به شرف الله قدرككم ويدلي من من الباب من الزجاج اخ لاحوا في الشارع فارية وعي ما هو تقدر تلقى مع شنو وعي 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 حشوما راح شوما والله العظيم الاحشوما حشوما راتة تمشيل تتمشيل شي مناطق راتة تلقى الناس عندهم الارض نعس فيها رات نعس 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 تريح ما كينش مشكل نقيع فيها ريحة زوينة لا الى احنا تتمشيل تدوز من شي بلاي ستتسدنيفك يا عيبالله تدوز من شي شوارع تدوز من شي دروبة تتسدنيفك حشوما عليكم والله حشوما يا مغاربة حشوما اننا بخوفة الحضير حشوما الناس يزيد والناس من في غضين وحنا باقي عدنا البلاد موسخة والازيقة موسخين والشوارع موسخين يا اخي يا اخي تعلم ثقافة انك ما تلحش الزبل في الزنقة تعلم ثقافة ان عندك الزبل ديرو في ميكا ديرو في ميكا ديرو في ميكا واش محشو ماشع لك بيت لك المرقة وبيت لك الجاج وما عارش نو بيت لك ذاك الشي واليدام والحسوة وحريرة وتتسدك الشي تتلحو في الصلتة هز ذاك الصلتة بشي تتلحو في لابو بعد رغا دي تسيل وما تيبقاش فيك ذاك ناضي رجل النظافة اللي تيجي تبدي هز ذاك الشي بيدو انا والله الى غير والبارح اللي شفت عامل نظافة مسكيني اللي تيهز ذاك الشي بيدو لانهو تخوالي من طارو من اللي هزو وطورو هز الكمية وطورو تخوال اشنو ذاك الشي عبارة عن الماكلة والعظومة والمصار ان شرف الله وقدركم سمحولي اياه ولكن شوتي هز بيدو محشو ماشع لك ما عم عندوش كرامة ذاك السي ديرو ميكا واش مكينش تقافة الميكا راكين لديوك الميكات اللي تيتباعو في القرون سيرفاس عندهم الخيط زوينين دير ميكا اخويا عندك شي حاجات تعطي الريحي لابقات يوم ولا يومين ولا اضروف فيها شمش ديرها ثميكا وسدها ديرها ثميكا صاحبي ديرها ثميكا وحطها بش هذاك العامل نظافة لابغي له حفل كميوب واحد النوع يا الكرامة ما يتوسخ ما يشم لاري حلوه ثمي متيهم كمش حشوما قاع حشوما والله العظيمي لحشوما حشوما وعاون فيقو شوية ونفيقو فاقور هادك لونتو غاش دياننا راحينا هادك رابلادنا هادي ويلا عن نظاف انا ديك نارفعت لكم تحدي ونعاود نرفعوا لكم عن نظاف يلا عن نظاف يلا نكونوا عن قينا المغاربة في شوارعنا وفي ازقنا وفي دروبنا يلا يلا هزوا الرياء بعد الفاصل نواصل اذا نعود ونواصل معكم برلمان الشعب ما بقي من وقت نحاوله ما امكان نمشي وننتواصله فيه مع المتسمعين الكرام على 05 22 36 10 36 أو 05 22 36 05 36 نعود لارقام 05 22 36 10 36 أو 05 22 36 05 36 للاشارة لم نتوفق اننا نتواصل مع السي محمد النموي لهو المدير المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات او المندوب الجيهوي عفوا المندوب الجيهوي عفوا المدير الجيهوي المدير الجيهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية جيات ابني من الله الخنفرة اه للأسف ما تواصلناش ما 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 حلفناش لحد اننا نتواصل معه بغيناه بخصوص الرد على خليد الحرشة امين جزارين فم العنصر وجماعات اخرى جزارين دي الجماعات اخرى اللي كانت تكلم معنا في وقتٍ سابق بخصوص انهم اجبروا ومنعوا من انهم يدبحوا في الازاباتوار دي الجماعات في المجازر دي الجماعات حقا ما تتخذاش المعايير السلامة وهناك تقول نية باش انهم يبدوا يدبحوا في واحد الازاباتوار بريفي هما ترفضوا هاد الامر هدا وتقول لك بانه العكس لازاباتوار في انتي تدبحوا هما يا من افضل لازاباتوار اللي كان في الجماعات بني من الله الخنفرة في جيهات بني من الله الخنفرة حسب ما يقول خليد الحرشة وكانوا در وقفة احتجاجية وتجبد السيد المدير بالاسم وتواصلنا ديك ساعة ولكن لم نوفق اه ادابا اه عودنا عيطنا ليه باش يتواصل معنا سي محمد النموي ليه هو اه مدير جيهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغاذائية جيهة بني من الله الخنفرة نتواصل معه ان شاء الله في وقت اللاحق بعد الكون جيه بطبيعة الحالي ان شاء الله لانه كما قلت نهار اثنين ان نكونوا نجيه ودي شهر ان شاء الله ارتاحوا فيه باذن الله ومن بعد رجعوا نواصل معكم بعد شهر ديال الراحة يالله نمشي ناخد الاحسن من مدينة تيزني السلام عليكم الاحسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيد الحسين مساء الخير مساء الخير للمستمعين الكرام مساء الخير لكل موطفي وتقنيين ديال اداعات شدايف ام مساء الخير سيد الحسين مرحبا بارك الله فيك السيد الحسين اه غير ما عندي لا شكايا لولو ولكن اه بغيت اه هذه واحدة الرسالة بغيت نصل على الواحدة ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني وبعض المسؤولين ديال اه اللي كايني في بلادنا مرحبا والسيد الحسين والله الحمد اه بغاد فينا الوقت باش نكونوا متفائلين بعض المرات ما نكونوش ديما صححصَ لقولو رة بلادنا ما افذة ما بني عاش بخير منكونوش عدمين صححح منكونوش عدمين لانا الحمد لله لاشب ما كدخل دائما كانين رجال في بلاد خامنين بلادهم بمعنى الكريمة صححح وهدا واحد النموه دج بغيتو اه باش ي تعرف عليه الجميع المستمعين وشميع المغاربة هذا علنا واحد المشروع في الضوار اساكاء وبلغ جماعة وجاي عند القليمةchingتزنيت واحد المشروع ديل صرف صحي دوار اساكا. دوار اساكا اولا جماعة وجان. وجان. يقليم تزنيت. نعم. عندنا واحد المشروع ديال الصرف الصحي ومن هذا المنظر كنجه تحية خالصة لجمعيات اساكا للتنمية والتقافة والرياضة اللي دات واحد مجهود كبير باش يتنجز هاد المشروع. مم. اللي هو غد يغتجوش ديال الدوار اللي هو والدوار اكالم اللون والدوار اساكا. والحمد لله را شنو السيد عامل في الأسبوع الماضي. را المقاول ابدا فيه لأشغال فهالي تقريبا واحد ربعا يام ولا اخمس يام دار شدات الأشغال. وهذا صرف الصحي السلح وسيل ماشي نقوله غير صرف الصحي غير هاوكا. صرف صحي لدعمات وجمعيات الهجرة والتنمية وبعض الجمعيات في الديار فرنسية. جميل. باستهمين معنا في هذا المشروع والمجلس الاقليمي ديال تزنيت والجامعة طرابية ديال وجان والجمعية ديال اشكاء لتقافة والتنمية والرياضة. هذا المشروع اللي غادي تنجز واحد تكلفة مالية ليوصلات. را 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 الحسن هذا را انجاز انكم ديروا لا سينيس مو عندكم في الدوار ديروا الواد الحار في الدوار را انجاز. عامة سيل حسين. عامة سيل حسين. عامة سيل حسين. صعيب دير الواد الحار في الدوار تنعرفوا التضاريس والجبل وطلعوه بطرة صعيب. تماما. را ان شاء الله مستقبلا غادي نصور لك هذا المشروع تشوفها سيل حسين باينه. ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفق جميل. والحمد لله ده اللي بغيت نقوله وبغيت الرسالة اللي بغيت نوصلها لبعض الجامعيات انهم يخدموا اه يخدموا على هذه المشاريع التنموية. ماش ينكونوا غير على الأوراق. وبغيت نقول باللي ان جماعة جماعة وجان اه جماعة طرابية ديال وجان. الحمد لله را كين التنمية ديما على الكريمة. الحمد لله دبرا نقل مدرسيا. mm täら ضمن الجمعة ديال وجاني. انت انت فاعل جمعة وأوباليا الحسين. آه فاعل جمعوي. عطينا حطينا الصفة لك سيل حسين. نعم. اه الحسن علي رئيس جماعيات مستمعي ومحبي الإذاعات بالمغرب. جمعيات مستمعي ومحبي الإذاعات في المغرب. قولا لنا. سيحسن من الناس. سيحسن نقول الناس سيحسن الجمعية دياله الأعضاء اللي فيها. من الناس اللي فكروا أنهم يديروا جمعية ديال أنا تنسميها واحد جمعية. اعتراف للإذاعات آآ بالمغرب خاصة الإذاعات الخاصة. هي كل الإذاعات ولكن خاصة الإذاعات الخاصة آآ لأن الإذاعات الخاصة أثرت أثرت المنتوج الإذاعي في المغرب. والإذاعات الخاصة دارت إضافة كبيرة في آآ المغرب رغم بعض المساوي رغم أنا أقول أنا والد الضومين وتنقول والد الضومين راتناشر عام عندي في الإداءة هنا رغم ركين مساوء في بعض بعض الفترات وللأسف هناك أشياء ولكن الحمد لله كين مراقبة من طرف المجلس أعلى الهيئة العليا للسمع البصري لهكا كين مراقبة أما كون ما كانش مراقبة كانت تقول كوارث ولكن الحمد لله كين مراقبة ناس وقفين على الأمر ناس يحضروا كل كلمة 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 إلى آخره وتترتب عن ذلك ولو بعد حين الجزاءات فتشكرتنا للاهاكا وكل طاقة من اللي في لاهاكا لأنه يقوم بعمل جبار آآ ولكن المشهد آآ السمعي بالمغرب حقيقة كانت في الإضافة بالإذاعات الخاصة وهنا ما تفوتني ش للفرصة أخي رح تنسمح لي يا خديت لك من وقتك ولا 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 تكلموا خليني من بعد ما ناخدش لك من تليفون يعني تفضل اللي بغتين دونال سنة هسوا بغتين تكلم أولا الغد تكلم لا 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 مابغيش إنه كل ناكلك من تليفون تفضل لا سنة حسنة لا تحسن مشكلة سعيد تكلم على سنة و بعدها بعدها من اللي ذكرنا هذه الجمعية دير جمعيات مستمعية وموحيد بالإداعات بالمغرب حلاش حنا آآ فكرنا وخقنا هذه الجمعية أنه وخلقناها اعترافا اعترافا بالمجهودات آآ الجبارة اللي كتقوم بها آآ لإداعات السواء الخاصة والوطنية اعترافا بهدوك الناس اللي هما كي يصلوا رسائل رسائل هو الإداعات الخاصة والعمومية والعمومية أنا أفضل تقول هتعبير هذا لأننا نحن وطنيين نحسن نعم نحسن سماما نحن إداعات وطنية نعم نحسن رزاك الله خير عن معلومة تفضل آآ باش نمشي والموضوع السيد الحسين كما قلتك أنه الحمد لله هذا النقل المدرسي اللي عقلت رأى شفنا مشاكل شفنا مشاكل فوحد شجة اللي اخذوتي عليهم السيد الحسين بكل صراحة اخذوتي عليهم واحد عمل اللي هو جبار حتى خرج الوجود واستخدامه الحمد لله هذا هذا فضل من الله يا الحسين ما شيئا نادرت شي حاجة هذا فضل وتوفيق من الله والمجهودات ديالكم انتم كجمعويين رجزاك الله خير عن سيد الحسين محف وداب الحمد لله رأى وصلنا دابة خمسة لترنسبور سكلير آآ افضار سانتين دابة رأى وصلنا دابة خمسة والحمد لله رأى تكلمية بمعنى الكريمة الحمد لله نضلك دابة على ترنسبور رحمد لله رجل تقريباً تقريباً بدسيئين فلمئة رأى تطل جمع過 الوجها رجل وكايل الحمد لله طرق طرق رأى هادى بغطات جمع ديالوجيان تقريباً حتى هيب تسيئين فلمئة سوف تنجزت الحمد لله الطرق بمعنى الكلمة ومن هذا المنبر السيد الحسين لا بدما نشكر وزارة الفلاحة التي هي وقفت على هذه المشاريع حتى تنجزت والحمد لله سوف تنجز الماء الصالح للشرب حتى هو في الجامعة دينا سوف تنجز ما يقارب تقريبا 70% ديال الجامعة اغطتها الشباكة ديال الماء الصالح للشرب إذن الحمد لله السيد الحسين بغيت نصل هذه الرسالة لكل جمعويين كل ناس اللي هما جمعويين في المنطقة وغادي نقولها على الصعيد الوطني نجعلهم واحد تحية من هذا المنبر ديالكم السيد الحسين ونشكرهم بزفع المجهودات ديالهم الجبارة وهذا بغيت نكون نموذج الوحدة ديال الجمعيات اللي كاينين في مناطق نائية باش يخدموا على مشاريع تنموية باش الحمد لله باش السكن يعيشوا في طمئنان وفراحة شكرا لك لحسن شكرا لحسن رائجة ميز مسامعي ومحبي الإذاعة بالمغرب بتزني تتكلم على دوار آسا كما شاء دوار آسا كاينين في جماعة ويجان إذاً يشكر وهذا الشكر هذا تنتمنوا أنه إن شاء الله نعينه لأنه غالي نديروا زيارة الويجان نشوفوا هذا التنمية ونشوفوا هذا باش نعطيه النموذج كيف ما عطينا بنوكيل كيف ما عطينا فم الجمعة كيف ما عطينا في أي تقبلي جماعات اللي مشينا لها نعطيه في ويجان كذلك إذا كانت تنمية وكانت شهاد نمشيه ونقوله هاد سيد راتي شهادو هاد ناسي شهادو والمجلس جماعيتي شهادو والجماعيتي شهادو والعامل إلى آخرين إحنا 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 ما عدناش الخطاب العدمي عدنا النقد البناء إحنا مشي عدمين كين فرق كبير ما بالخطاب العدمي وهو الذي يتقنه البعض وكين النقد البناء إحنا تنديروا النقد البناء ننتقد من أجل ماذا أن نبني مشي العدمي أبداً نحن لا ننشر العدمية في قلوب الناس أبداً تندير الخطاب البناء تنتكلموا لأنها تنتكلموا بقرحة وتنتكلموا بمسؤولية وتنتكلموا بمواطنية ولا نصفح حسابات ونحب بلادنا حباً جمع فهذه الحب لبلادنا تخلينا ما نديروش الخطاب العدمي نحن لا نقزم أعمال أحد لذلك نحن نقوله والدليل رأى في برنامان شاب شاهم واحد تتكلمنا عليه بالخير هذا من جهة من جهة ثانية الجمعيات كما قال الحسن الجمعيات آلية مهمة في التنمية لا بد من إشراك المجتمع المدني في التنمية ومن هنا تنقول عوضة أن تظل عوضة أن تظل تسب في الظلام شاعل الشمعة في العوض ما تسب في الظلام شاعل الشمعة هكذا خصي كل مجتمع المدني خصي تضاف الجهود دينا جميعاً لبناء هذا الوطن الوطن لن يبنيه فلان بحده وفلان بحده وفلان بحده أبداً 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 كنوا متأكدين وأنا أتحدى الجميع إلا كنت تظن بأن البلاد غضي تبنيه المؤسسات ولا غضي يبنيه فلان ولا فلان كنوا متأكدين عمر البلاد ما تبنى البلاد باش تبنى خاصنا كلنا نخارطه في مشروع كبير سميته بناء وطن ودولة بكل حقوقها بالحقوق بالكرمات بالقانون إلى آخره وهكا الدول تبنى هكا الدول تبنى اليابان مريكان السين كلها هكا التبنى بانخراط الجميع حتى المواطن أما نبقى تتلع الكورة في جهة وحدة كنوا متأكدين عمرنا ما غضي نبنيه البلاد إلى من خارطنا جميعاً في بناء البلاد وحب هذه البلاد وتحمل مسؤولياتنا نخذ ابراهيم ابراهيم السلام عليكم السيبراهيم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل مرحبا الطريق دي العزيب القادم حد ولاد فرج الدائرة الشعيبات حد ولاد فرج الدائرة الشعيبات دائرة الشعيبات الطريق دي العزيب القارة دي راح ناك ندخلوا بوحد المشاقة اللي ماستطورش وانا بغاية قدير عدنا شي زيارات المال ايا شحال فيها شحال فيها الطريق والطريق اللي داخل عدنا احنا للدوار شي ثمانية كولومتر ووجهة دي الكليتو دي الجماعة الحوزية وكانوا واحد القانطرات حفظ ثانينا دي باشي عامين وهي رأى عشرين سنة وما يتزاد عليها باش خارجها ببرمجة وخارجها لها الميزانية لها خارجها كل شي واضح واضح اخو يا ابراهيم انا تنوعدك ابراهيم من المناطق وانا اعطاك النمرة وانا اعطاك النمرة دي السجد اللي غادي يعود لك كل شي واخ انا تنوعدك ابراهيم منطقة ولاد فراج وتماء من المناطق اللي كنا في البرمجة ان شاء الله نزورها لانا من المناطق اللي بقي ما زرتها غادي نزورها وغادي نمشي ومشي 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 وكل تقريبا منطقة العبدة نحاول ما أمكن نستوفي فيها حلقات للبرنامج إن شاء الله ولو كلفنا ذلك أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله شكرا لك إبراهيم من حد ولاد فرج دائرة الشعيبات على الطريق دي العليب القاضي اللي ما كرفته مع الدباع يباد الله يلا إذن نتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله الناس اللي سيفطلين من الفات ديالهم ربعات الكونجي إن شاء الله غذين تكلموا عليهم وتنتمنوا التوفيق للجميع تنتمنوا الخير لبلادنا وتنقول كل مواطنين هذه مرحلة الصيف أولا توخوا الحذر في الطريق سقوب شوية لكم الأفضل أن تصل على أن لا تصل أفضل أن تصل على أن لا تصل وكما تنقولوا نحن في عطلة لا داعي للسرعة كل شي في عطلة مشوية عليكم في الطرقات مشوية عليكم وعافكم عافكم النظافة النظافة والاحترام سافرتوا احترموا احترموا المكان اللي انتم ما فيه واحترموا الناس اللي في ذلك المكان والنظافة النظافة النظافة إلا مشيتوا الشي بلاسة مشيتوا البحر مشيتوا الواد مشيتوا الجبل مشيتوا لأي بلاسة خليوا شي حاجة اللي تبقى التعاود عليكم زوينة ما تخليوش الوسخ اللي يبقى يعيروكم به عباد الله ألقاكم بعد الكونجي إن شاء الله شكرا لسنة اللي كانت معي في الإخراج شكرا من سمعين الكرام إلى اللقاء